القتل، الحرب الأهلية، التهجير، المقابر الجماعية، انهيار الاقتصاد كلمات قد يعتقد المتلقي أنها توصيف لما مر به العراق بالسنوات الماضية لكن من الواضح أن لنا شركاء في المأساة والمعاناة كل ما ذكرناه أكثر ارتبط باسم رواند البلد الإفريقية الذي كان يتردد يوميا في سنوات التسعينات من القرن الماضي ومعظمنا يتذكر نشرات الأخبار وهي تنقل صورة الإبادة والقتل على الهوية والجرفات وهي تدفن آلاف الضحايا حرب أهلية كان الهوتو والتوتسي أبرز علامتين في أحداثها وهم الجهتان المتصارعتان في حرب الإبادة العرقية في بلد قتل فيه مليون شخص بين عامي ثلاثة وتسعين وخمسة وتسعين وهو ما يمثل عشرة بالمئة من عدد السكان في عمليات إبادة كانت السيوف والخناجر والسكاكين تستخدم فيها أكثر من الكلاشنكوف إضافة إلى مليوني مهاجر ما يهمنا الآن وما يرتبط بأوجه المقارنة مع أوضاعنا المحلية بالعراق أن رواندا نفضت عن نفسها غبار الحرب وأصبحت دولة متقدمة في معظم المجالات لنسأل الآن كيف صنع الشعب الرواندي المعجزة وللإجابة على ذلك فإن البلد لجأ ببساطة إلى خطة من هدفين وهما توحيد الشعب أولا وانتشال البلاد من الفقر ثانيا ولتحقيق ذلك تمت مصالحة مجتمعية وكتابة دستور جديد وحضر استخدام كلمتي التوتس والهوتو وتجريم أي خطاب عرقي وعودة المهاجرين بالداخل والخارج وتشكيل محاكمة لإزالة الظلم وإعادة الحقوق نطرح هنا أرقاما لتبيان حجم التطور الهائل في رواندا فدخل الفرد ارتفع ثلاثين ضعفا وأصبحت البلاد أكبر جاذب للاستثمار في محيطها الإقليمي من خلال تطبيق شعار الشباك الواحد الذي يتيح للمستثمر أن يكمل جميع ما يتطلبه أي مشروع عبر شباك واحد فقط بعيدا عن دفع العمولات والرشاوة الفقر في رواندا خفض من ستين بالمئة إلى تسع وثلاثين بالمئة والأمية خفضت من نصف السكان إلى خمسة وعشرين بالمئة فقط وغيرها من أرقام تكشف عن معدلات تنمية وتطور تذهل من يتمعن فيها ما أحوجنا إلى نهضة مماثلة فهل نعجز كبلد يحمل إرث حضارة تمتد إلى سبعة آلاف سنة إلى أن ننجز ما حققه بلد إفريقي بسيط الإمكانيات حكاية رواندا لخصها أحد خبرائها الاقتصاديين بالقول لإنشاء دولة ناجحة لا تحتاج لإعادة اختراع العجلة بل يكفي أن تستفيد من تجارب الآخرين